احنا دلوقتي بنتكلم على جزئية مهمة جدا انها في جزئة بتاعت المدرب انت شاف ايه مواصفات المدرب او المدير الفني خاصي اللي يصلح ان يدير نادي كبير زي اهلي زي زمالك زي اسماعيلي زي الاتحاد زي اندية كبيرة ايه المواصفات لو هتقول لك المدير الفني بتاع واطليه غير مؤهل وهو كابتن لازم شخصات قوية عشان يعيد الانضباط لان لو بماسك اهلي او زمالك لازم بتعمل مع لجوم كتير في حيثة الانضباط والعدل هو مهم جدا الانضباط والالتزام زي اتبلاص نواحي تكتيكية لانك انت كمدرب بتدور على الجودة جودة اداء الفرقة دور الجودة ازاي وانت لازم توصل للعيب ان انت اعلى فنيا انت هو لازم يستفد منك وتقنعه ازاي مش تقنعه بالكلام والمحاضرات الكتيرة تقنعه بالفعل نعم انه هو لو نفس حاجات تكتيكية وتحركات بشكل معين في الملعب هتساعده انه هو يوصل لجونه يبقى هداف هيعمل تحركات تكتيكية دفاعية جماعية ازاي هتخليه اقوى مدافع فكل الكلام ده لما اللعيب بيتمرن عليه ويلاقيه في الملعب انه هو الموضوع اسهل لانه واحد تكتيكية دي بتخليني احسن يعني المدني بيفرق كتير جدا مع اللعيب طبعا ازا كان هو بقى شخصية قوية وكان اللعيب كورة مثلا لا مش شرط مش شرط لعيب كورة اه يعني الراجل صاحب فكر دلوقتي احتكب مدارس كتير خصوصا ان انا بكلمك على اللعيبة كبيرة فبيفرز المدرب مدرب ده هيبقى مقنع بالنسبة له ولا مش مقنع فانت عشان تبقى مدرب للفرق دي لازم تبقى مقنع بشكل كبير جدا للعيبة اللعيبة دي تقنعها ازاي انها بجماعية تبقى شكل عامل ازاي لانك في الاخر انت بتدور ركابتن على الجودة الجودة دي كلمة من السهلة لا طبعا المدرب ممكن يصنع لعيب ولا اللعيب اللي يصنع مدرب لا المدرب يصنع لعيب المدرب يصنع لعيب طيب انا عندي مقولة تانية كان الهنة دون ريفي قالك اللعيب الكويس يصنع مدرب كويس لا هو يساعد المدرب أسواك يا بصي اللهم كابتن بتتكلم على مواقف بالشهاد دي الأساس الأساس إن المدرب هو اللي بيتطور أداا اللعيب هو اللي يساعده ان يبقى مستوى قعدة المدرب اللعيب اللي يساعد المدرب ان هو يبقى هو الكيب ان هو كيبقى هم اه انا شايف كده انا شايف ان هو هو جاي على فرقة جهزة والعيبة اللعيبة هي بتلعب وقد ساعد المدرب appreh نشيها وبلد عيب ان اخواز بالمدرب مرار بازم ب policy طبعا